تمن أبراج الحظ الحلو يفتح لهم أبوابه في يونيو وتنقلب حياتهم رأسا على عقب توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد أنه خلال النصف الأول من شهر يونيو وحتى 16 يونيو في 6 أبراج تنتظر مفاجآت سرة بدءا من الجوزاء موضحها عطارد والظهرة في برج الجوزاء وعشان كده هم أكثر حظا منذ بداية العام الشهر حتى السابع عطارد في برجهم من 3 فهذا يسمح لهم بالنجاح في كل شيء العمل والمفاوضات وفرص تحقيق مكاسب كبيرة بشرط احترام السرية والتكتم يتطلع البعض المتابعة توقعات الأبراج لكل شهر وتحرص خبيرة الأبراج عبير فؤاد على مراجعة التوقعات المتعلقة بجميع الأبراج ومع طبعا دخول شهر يونيو فيه علامات يتوقع أصحابها مفاجآت سرة زي الأسد والجوزاء وكمان واستمر الحظ لصالح البعض وتضغير ظروف وحات الآخر الأسد اللي عانى من النصف الثاني من شهر المي وجارع السعيد المهني والعلاقات الشخصية بحسب عبير فؤاد فينتظر مفاجآت سرة مطلع يونيو المقبل يعني اللي احنا فيه دلوقتي طبعا اللي هما ليسوا يعني على علاقة لديهم فيه فرص عظيمة يعني ان هما مش داخلين في علاقات عاطفية عندهم فرص عظيمة في شهر يونيو فرص عاطفية كبيرة ويجدوا لدعامهم في العمل اعتبارا من 3 يونيو وعطارد هيترك الوضع المعاكس وبالتالي فرص التفاوض هتزيد لان الظهرة غدرت الوضع المعاكس من فترة نصف الثاني من يونيو المقبل هيكون خاص بالابراج المائية من حيث الحظ والمكاسب المادية والعاطفية ينتقل كوكب الزهرة وعطارد الى برج السرطان لحزوز لصالح الابراج المائية الحوت والسرطان والعقرب الابراج زي الحمل والميزان والدلوة هتكون محزوزة عاطفيا حتى 16 يونيو مع مفاجآت متوقعة على صعيد العمل وفرص العلاقات برج الدلوة عنده فرص علاقات رائعة لان كوكب الزهرة في برجهم اما الحمل والميزان بعد السادس عشر يتغير العالم ويجب عليهم الصبر